قبل عام كان نادي ديليوث للملاكمين الهواء يقع في الطابق الأول من برج جرينفيل في لندن واضطر إلى تغيير موقعه بسبب الحريق المأسوي الذي وقع في المبنى المؤلف من 24 طابقا في حدثة أودت بحياة 71 شخصا وأعاد النادي فتح أبوابه موقعا في مرأب قريب من البرج في غرب العاصمة البريطانية وتأثر السواد الأعظم من الأعضاء والمدربين كثيرا بتلك الكارثة وهم يعرفون أقله ضحية واحدة من ضحايا الحريق رحل صديقي يحيي هاشم في الحريق كان النادي يقع أمام منزله كان يمر من هنا كل يوم في طريقه إلى المدرسة وأنا أشعر دوما بوجوده هنا استحال النادي ملجأ لكثير من شباب الحي وقد ساهم في تجلي حس التضامن بعد المأساة ومساعدة الأعضاء على الصعيد النفسي ليلة الحادثة عجز المدرب معتز شلط مع تفشي الحريق عن تدخل لإنقاذ حياة خمسة أفراد من عائلته هم عمه وزوجته وثلاثة من أطفالهما المجيء إلى هنا يساعدني في التنفيس عن الغضب الذي يعتريني إزاء بعض الأمور لطالما شكل هذا النادي جزءا من مجتمعنا بيليوث كان موجودا منذ صغرنا إنها نعمة أن تكون جزءا منه وقد أسس هذا النادي قبل ستين عاما وأنتج بطلين للعالم هما جورج جروفز وجيمس ديغل فضلا عن الكثير من النجوم المحليين أمر لا يتعلق بالأبطال فحسب لا يمكن الجميع أن يكونوا أبطالا لكنه يتعلق بالالتزام تجاه اللعبة والعمل الجاد والتفاني بغض النظر عن مستواك الأمر يتعلق بالالتزام ماذا سيفعل هؤلاء الأطفال إن لم يكونوا هنا ومن المرتقب أن ينتقل ديليوث قريبا إلى موقع جديد عند طريق صريع قريب من برج جرينفيل ويتطلع القائمون عليه إلى تخريج أبطال جدد وحظ الشباب على تحقيق أحلامهم